في قارب لا يحمل عالم دولة في بحر العرب ضبطت البحرية الأمريكية شحنة أسلحة تحتوي أجزاء من صواريخ إيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي وبحسب تصريح مسؤول أمريكي لوكالة أسوشيتت بريس فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ضبط مثل هذه المكونات المتطورة وهي في طريقها لليمن المصادر أضافت أن السفينة الأمريكية USS سلمت القارب الذي كان يحمل الأسلحة لقوات خفر السواحل اليمنية بعد أن تحفظت على الأسلحة وفي سياق متصل أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة مالية قدرها 15 مليون دولار لقاء معلومات تؤدي للقبض على مسؤول الحرس الثوري الإيراني في اليمن المدعو عبد الرضا شهلات وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك إن شهلات متورط في محاولة اغتيال الوزير السعودي عادل الجبير ومخططات أخرى ضد واشنطن والمنطقة تقريبا هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها واشنطن عن وجود إيراني في اليمن لدعم الحوثيين وهو ما يشير إلى تصعيد أمريكي ملحوظ ضد الحوثيين وإن جاء في سياق الضغط على طهران فما هو الهدف من هذا التصعيد في هذا التوقيت يرى مراقبون أن هذا الضغط لا يعني توجها أمريكيا لمحاصرة سلطة الميليشيا في صنعاه بقدر ما يأتي في إطار ضغوط لدفع ميليشيا الحوثي لتقديم تنازلات باتجاه التوصل إلى صيغة الحل السياسي في اليمن والتي تدفع باتجاهها واشنطن لا يبتعد هذا التطور عن سياق التفاهمات السعودية الحوثية الأخيرة بل إن المشهد يمضي باتجاه استخدام أمريكا لكروتها الضغطة على جميع الأطراف لإيجاد تسوية في الملف اليمني تروج لها منذ مدة حتى اللحظة لا تبدو ملامح وحدود التسوية التي تعدها الولايات المتحدة وشركاؤها في الملف اليمني واضحة غير أن تصريحات سعودية مؤخرا كررت ذكر أهمية مشاركة الحوثيين في مستقبل الحكم في اليمن دون ذكر أي شروط الأمر الذي يعني أن مشروع إنهاء الانقلاب وعودة الشرعية لم يعد قائما الآن وبات الجميع يبحث عن صيغة أخرى ووحدها الشرعية التي تبدو دون قوة أو حيلة لمواجهة هذه المشاريع أو إنتاج خيارات بديلة ترجمة نانسي قنقر